وهي أنه أعزائي أنا معتقد أنا معتقد أن أعداء الأمة وأعداء القرآن ولا يفرق عندهم سني عن شيعي وشيعي ماذا عن سني لا يفرق عندهم سلفي عن غير سلفي ما أدري وهابل وهم لا يريدون ماذا هم لا يريدون القرآن هم لا يريدون خاتم الأنبياء محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هم لا يريدون هذا التبتوا جيدا هم استطاعوا التفتوا جيدا هم استطاعوا من خلال خلق القاعدة ثم الزرقاوي ثم النصرة ثم الان ماذا داعش ان يشوه سمعة الاسلام ماذا السني واقعا الان اذا واحد يريد يصير مسلم يقول له هذا الاسلام السني يقبل او لا يقبل خلاص انتهى الاسلام السني انهوه انهوه بقي الاسلام ماذا اللي ما كان مصاب باي آفة التفتولي جيدا بقي الاسلام الشيعي الان كيف يردون ان يقضون علىه ها وحقكم من خلال مسخ الشعائر الحسينية وادخال الخرافة فيها وادخال الاساطير فيها وادخال الاوهام والبدع فيها وادخالها وتصديرها وبيانها اعلاميا ان الشيعة من ناس متحضرين لناس متخلفين كالبهائم والحيوانات اي منهما يعني عندما يأتي ويطبر ابن ثلاث سنوات عمره ويموت بعد ذلك هذا الانسان بيني وبين الله يملك ذر من العطف والشفقة او لا يملك اذا اعزائي كونوا على ثقة انا الان لا اتهم واحدا لا اتهم لا القنوات ولا المنابي ابدا انا دا اقول مؤامرة الاعداء وانت دا تخدم هذا الاتجاه من غير ماذا من غير ان تشعر ومن هنا هذا الكلام انا مو الان قال قلته في الكوثر اعزائي في الكوثر قبل خمس سنوات قلت قلت اذا هاي الممارسات لا نقف عندها ولا نقف امامها كونوا على ثقة ستمتد ولا يمكن ان نقف عندها عند حد فاوجه خطابي اولا التفد جيدا الى كل المرجعيات المؤثرة في قوم قبل النجف وفي النجف قبل قوم ان لا يسكتوا عن هذه الممارسات التي ما انزل الله بها من سلطان واوجه خطابي ثانيا الى كل المؤسسات العاملة في البلدان الاسلامية وغير الاسلامية ان يوعوا شيعتنا وإلا الشيعة بيني وبين الله يقومون بهذه الاعمال قربة ماذا قربة الى الله واوجه خطابي ثالثا الى كل الهيئات والمواكب الحسينية اللا تأتي هذه الممارسات الى الواقع الشيعي لانها واقعا تضر الاسلام اولا وتضر مدرسة اهل البيت ثانيا وتضر الاهداف الحسينية بدل من ان تكون مقرب لها وشعارا يجتذب الناس اليها تكون ماذا منفرة عن الحسين وعن اهداف الحسين وادعو الله سبحانه وتعالى ان لا يكونكون من مصداق قوله تعالى وقفوهم يوم القيامة انهم مسؤولون